اشتركوا في القناة اعلن عشرات المرشحين عن برامجهم الانتخابية وطبعا البرامج الانتخابية تشكل في احد جوانبها صورة لرؤية المنظومة التشريعية للأولويات الوطنية وانشغالات الناس فيها وقضاياها الحيوية اللي لاحظنا للأسف الشديد ان معظم البرامج اللي تم الاعلان عنها خلت من معالجة مطلوبة لقضيتين في غاية الاهمية اول هاتين القضيتين هي قضية المخدرات التي باتت ازمة يعني تؤثر في الكويت بشكل كبير في هذا المجتمع وتكبد ايضا لاقتصاد الوطني خسائر كبيرة جدا اما القضية الثانية ايضا مرتبطة فيها نوعا ما فتتعلق بقضية الطلاق التي تنذر معدلاته المتصاعدة بعواقب وخيمة على الاسرة الكويتية اي الاسرة التي تعتبر اللبنى الاولى من لبنات هذا المجتمع اليوم ان شاء الله راح نتحدث عن البرامج الانتخابية وغياب هالقضيتين عن مدى تأثيرهم على الساحة التشريعية والقانونية في المستقبل وايضا سنتحدث عن ارقام عداد المرشحين اللي سجلوا اليوم اهلا وسهلا فيك ابو عبد العزيز الساد عبد الرحمن عبد الغفور يا هلا ومرحبا فيك يا مرحب الساد عبد الرحمن اليوم التسجيل اعتقد اذا فيه جداول واضحة عن مخرجنا تحطونها لي على الشاشة اللي بنتحدث عن اليوم عن عداد التسجيل في مقر الناخبين في وزارة اللي يتابع وزارة الداخلية اليوم مثل ما حنا شايفين اليوم هو اليوم الثامن لفتح باب الترشيح لانتخابات 20-22 الدائرة الاولى سجل رجال عددهم اثنين الدائرة الثانية اعتقد ثلاثة الدائرة الثالثة خمسة الدائرة الخامسة سبعة الاجمالي اعتقد ثلاثة وعشرين الرابعة بعد ستة فالعدد لا زال رغم اليوم الثامن اللي قبل 48 ساعة من اغلاق باب الترشيح لا زال العدد يعني في العشرين والثلاثة وعشرين في كل يوم يعني العدد زاد عن امس وقبل امس أمس أكثر من اليوم أمس أكثر شو تشوف في الإعداد هذه؟ والله ما في شيء يعني كل الأمور حسب المتوقع وإحنا يعني أيضا بعد الانسحاب وغيره ممكن تقل المجموعة من الإعداد وواضح أن البعض قاعد يشوف في صعوبة في خوض هذه الانتخابات مع أن تغيير النظام كان ممكن يعطي فرص جديدة لكن واضح الوقت وقصر المدة وبعض الإجراءات اللي فيها تشدد مصعب يمكن نزول البعض مصعب نزول البعض عبد العزيز بنتكلم عن برامج المرشحين اللي يفترض أنها تلامس قضايا الناس اليوم يعني أنا من خلال متابعتي للأمانة وتحليلي لمضامين عدد كبير من برامج المرشحين لقيت أن قضية المخدرات اللي هي يعني زادت بشكل كبير جدا لأنها مرتبطة في الجريمة ومرتبطة أيضا في عمليات الاتجار وعمليات التعاطي بشكل كبير اليوم الدولة والأجهزة الأمنية والأجهزة المتعلقة في الجمارك قاعد تقوم بدور كبير جدا يعني بصراحة فيه ضبطيات كبيرة في الفترة الأخيرة قاعد نشوفها وفيه يعني من فترة أيضا كان فيه تبادل لإطلاق النار بين بين رجال وزارة الداخلية وبعض المهربين من إحدى الدول وتم قتل اثنين منهم قاعد نشوف فيه إجراءات قوية لكن اليوم المرشحين ما هم قاعد يلامسون هالقضية هذه بشكل مباشر وهي قضية يعني مفصلية فش اللي تشوفه في موضوع البرامج الانتخابية وتحديدا هالقضية هذه نبي بسبوع عبد الرحمن قبل أن تكلم فيه فيديو هو ايه تفضل عطني الفيديو مع الارتفاع الجرائم هذه إحصائية طبعا تم إعدادها في مركز مسارات وهي من خلال بعض الدراسات من الجهات الرسمية في الدولة من أكثر من ثلاث أو أربع جهات دكتور مثل ما أنت شايف معدلات ارتفاع الجرائم في آخر خمس سنوات ألف ومية بالمية في جرائم المرور وميتين وخمسين بالمية في جرائم الأحداث وميتين بالمية في جرائم المخدرات والخمور هذه الأرقام اشتعني لك دكتور كمتخصص وأستاذ دكتور في علم الاجتماع والانتربولوجيا نحن لما نشوف المعالجات الإحصائية عادة ونطالع النسب نشوف مثلا في الزيادة السكانية كل خمس سنوات هناك زيادة 2% 3% 4% في حالات قد تصل إلى 10% ولكن عمرنا ما شفنا معالجات إحصائية تقولنا أن الشي الفلاني قفز خلال خمس سنوات ألف ومية بالمية ميتين وخمسين بالمية ميتين بالمية عمرها ما صارت لا على المستوى المحلي وعلى المستوى الأقليمي ولا على المستوى الدولي في جميع دول العالم لما نروح نشوف إحصائية شيكاغو الجرائم في شيكاغو بالسنوات الخمس الأخيرة ولاحظ إحنا يعني يفترض أنها ترتفع نجد أنها كانت قبل خمس سنوات يعني انقصت ثلاثين بالمية في واصنطن دي سي اللي تعتبر من أكثر المناطق فيها جرائم متنوعة ومتعددة انزلت 12% بلندن انزلت باريس انزلت إلا إحنا الوحيدين اللي حتى بالجوار حتى في الإمارات حتى في السعودية حتى في الدول يعني اللي أنت تخيلها يعني حتى الأرقام هذه ما تشوفها في العراق ولا تشوفها في سوريا تخيل يعني هذه الدول اللي الجانب الأمني فيها ضعيف فهنيه هنيه هذه المؤشرات تبين لك أنه إحنا مو دشينا بالطوفة إحنا دشينا بالطوفة وطلعنا للطوفة الثانية أبو عبد العزيز شفنا الإحصائيات الصادمة يعني هذه على فكرة إحصائيات هذا التقرير كان معمول تقريبا من أكثر من سنة ونص اليوم أيضاً انتقدنا النواب في السابق لأن برامجهم خلت من موضوع المخدرات والجريمة في الكويت اليوم أيضاً إحنا نشوف أنها خلت من هذا الشي أول شيء نحتاج نرجع خطوة واحدة الخطوة طبيعة تعامل النواب مع البرامج الانتخابية فعلياً بعد سنوات طويلة أصبح مجموعة من النواب إما غير مؤمن بوجود برنامج انتخابي يطرحها أو برنامج انتخابي عبارة عن قص ولزق في قضايا مكررة وقضايا مشتركة يعني تدري كل واحد يتكلم عن القضية الإسكانية والقضية التعليمية وثلاثة أربع قضايا مكررة في جميع البرامج الانتخابية لأن البرنامج الانتخابي ما قاعد يأخذ حقه أو حتى لو ما نسميه برنامج الانتخابي لأن البرنامج الانتخابي قد يكون يحتاج إلى عرضية من عمل مشترك أو عمل حزبي أو غيره لكن على الأقل أي تعامل مع البرامج هو ما قاعد يأخذ الحد الأدنى من التفاعل الشغلة الثانية اللي أيضا الطرحة أمام الناخبين أصبح يعني محصور القضايا والافتتاحيات والبرامج والندوات أصبحت تركز على الصراع السياسي القائم ويغيب عنها كثير من القضايا الأساسية الموجودة في المجتمع واللي هي تلامس حاجة الناس الحقيقية تلامس أمنهم وتلامس مستقبل أبنائهم وتلامس غيرها لذلك بشكل عام يغيب البرنامج المتعوب عليه من جميع النواب وتغيب الفكرة العامة التفصيلية في جميع برامج النواب والسبب أن النظام الانتخابي لا يسمح بتبني مشاريع فردية على شكل جماعي أما بالنسبة للقضية المذكورة بدون شك آفة المخدرات تنخر في المجتمع بشكل غير مسبوق وهناك مجموعة من النواب أو الأفكار يعني على الأقل طرحوا هذه القضية في المجالس بس ما شفنا تحريك مباشر لهذه العملية من خلال الأدوات التنفيذية للأسف يعني من سنتين وثلاثة وأربعة تكلمنا وانتقدنا سواء في الحكومة أو سواء ما نلقى يمكن يكتفي النائب بتصريح يكتفي بجلسة يكتفي بمداخلة ولكن ما يتبنى هذا الأمر كمشروع استراتيجي اليوم احنا مثل ما شفنا الإحصائيات اللي موجودة يعني أنت لما تتكلم عن حسب الإحصائية تتكلم عن خلال عشر سنوات في 53 ألف حكم فقط يتعلق في المخدرات بين التعاطي وبين الإتجار وبين محاولة التهريب يعني هذه كلها رقام كبيرة تتحدث عن يمكن يوميا في 14 أو 15 قضية عندك هذا غير اللي ما يصيدونهم غير اللي ما يدرون عنهم فهذه كمية كبيرة قاعدت تدخل الكويت فالنواب وين هم عن هذا الأمر؟ المرشحين اليوم مثل ما تفضلت أن العملية انشغلوا في مسألة الصراع السياسي وانشغلوا في مسألة الخصومة والتنافس والوصول إلى الكرسي فقضية المخدرات يجب أن لا تغيب يعني سبب غيابة عن أذهانهم يعني هم عندهم المايكات وعندهم الأداء اللي يقدمون من خلال هالقوانين وعندهم أيضا الشي اسم البرامج الانتخابية أو القضية الرئيسية في البرامج الانتخاب شوفوا بدون شك قضية الأمن هي أولوية في أي مجتمع والأمن والمخدرات ما يجتمعون في مجتمع أما أن يكون مجتمع آمن أو يكون مجتمع تنتشر في المخدرات لذلك التعامل مع قضية المخدرات هي قضية أولوية واليوم أنت تتكلم التعامل مع القضية في منظور واسع يعني أنا مثلا كنت بأذكر لك يعني حسب علمي الوحيد الذي قدم شيء تفصيلي ومقترح يعني شيء من التفصيل كان لأنه بالدكتور عبد العزيز صقعبي لكن بشكل عام أنت اليوم مثلا الكويت تحتاج مراكز متخصصة في علاج الإدمان ما فيه إلا مركز واحد وضعيف جدا تابع لوزارة الصحة نعم تحتاج توفير عرضية لمعالجة الإدمان يعني كثير من من يبتليهم الله بالإدمان يذهبون إلى دول الجوار وغيرها للعلاج نحن صحيح للحصول إلى علاج مميز مثلا هذه قضية تحتاج متابعة وتحتاج رقابة حول مدى تفاعل الحكومة مع مثل هذه القضية هذه قضية موجودة وتمس شريحة من المجتمع ولها انعكاساتها ولها آثارها ولها تعاملها مثلا قضية معالجة الثغرات القانونية التي من خلالها يستطيع بعض تجار المخدرات وغيرهم أنهم ينفذون بجلدهم وما تسجل عليهم قضايا بشكل أساسي هذا أيضا يحتاج تدخل تشريعي عاجل لمعالجة مثل هذا الأمر وهلما جرى القضايا قد تكون في جانب الوقاية يعني أنا مثلا أذكر طلع قرار من وزارة التربية ثم تم معالجته أن منع لجنة بشائر الخير المتخصصة في التحذير من المخدرات وغيرها لجنة شهيرة يعني عملت سنوات كثيرة في مكافحة المخدرات منعها من إقامة الندوات في المدارس مع أن غالب الدراسات يقول أنه بداية التعاطي يكون في عمر المدارس فاليوم هذا الموضوع يحتاج نفضة ويحتاج تعامل موسع مع المجتمع بكافة جهاته وتعاون جميع مؤسسات الدولة القضاء على هذه الآفة هذه الآفة لا يمكن مواجهتها بجهود فردية ولا جهود مستقلة واليوم موجود الانتخابات فرصة لتسليط على تقصير الحكومة في مثل هذا الجانب وحثها على تبني قوانين ومشاريع وغيرها لحل قضية المخدرات نعم يعني نحن نسأل فعلا كلامك اليوم في دور للمسجد أو عفوا في دور للأسرة وفي دور للمسجد وفي دور أيضا للمدرسة وفي دور الوزارة الإعلام هذه غايبة وأيضا الجمعيات الأهلية وجمعيات المجتمع المدني أيضا كلها دور ولكن اللي يشرع ويقرر ويضع هذه التفاصيل هو مجلس الأمة وأيضا اللي ينفذ ويقوم بأداء المهمة بشكل كامل ويراقب هي وزارة الحكومة وأجهزتها المتمثلة بالوزارات المختصة لكن احنا للأمانة هذا الأمر غاب طوال السنوات الماضية ولما طرحت لك برامج المرشحين أنا هذا اللي لاحظته أنهم منشغلين في أمور تتعلق في قضايا يعني مكافحة الفساد عنوان عريض التغيير عنوان عريض الإنجاز عنوان عريض يعني فيه عنوين كثيرة عريضة ولكن ما فيه أحد قدم أنت تفضلت قلت الدكتور السقع ويقدم هذا أيضا أنا بعض النواب للأسف وأنا ما أقصد الدكتور عبد العزيز ولا غيره لكن بعض النواب يقدم المقترحة ويقدم التصريح وبس وينساه ما يتابعه وهذه إشكالية إشكالية كبيرة يعني أن ما يتابعون قضية اليوم إحنا وصل عدد المتعاطين رقم كبير في الكويت وصلت عدد الجريمة بشكل كبير يعني أغلب الجرائم اللي قاعدة تصير مرتبطة بشكل كبير في المخدرات أما من خلال التعاطي أو من خلال الإتجار وبعدين حتى يعني في إحصائية طلعت من وزارة التربية وطلعت من بعض الأجهزة تتكلم أنه في تعاطي في المدارس تعاطي يعني هالناس اللي قاعدة تبيع هذه وين هم عنها فالقضية شوية شائكة وكبيرة تعتقد أن الحل يكون وين أبو عبد الرحمن لا هو الحل مثل ما أنت تفضلت الحل يحتاج تظافر أجهزة الدولة جهة واحدة وجهتين وثلاثة ما تستطيع أن تقوم بمكافحة هذه الآفة لمكافحة هذه الآفة نحتاج تظافر جهود نحتاج تنسيق نحتاج تكامل وبإذن الله نستطيع أن نواجه هذه الآفة لكن نحن بمجرد ما نبدأ يجب أن تكون الخطة واضحة أن نعمل على محاور مختلفة لتبادل فيها الأدوار يكمل بعضنا البعض في هذا الدور حتى تكون المعالجة الجذرية لقضية هامة جداً في المجتمع الكويتي أما إذا كنا نتوقع أننا ممكن جهة واحدة أو مسؤول واحد هو من يقوم بالحل أعتقد أننا نكون وقعنا في خطأ منهج كبير الحل الأساسي أن تقوم كل جهة وكل مؤسسة بما تملك من خبرة ودراية ومعرفة بالإسهام في حل هذا الموضوع ومعالجة هذه الآفة المجتمعية نعم أبو عبد الرحمن نحن نطلع فاصل وبعده ندخل في قضية أخرى أيضاً تتعلق في القضايا التي غابت عن برامج المرشحين أعزائي المشاهدين فاصل ونعود إليكم أبو عبد العزيز نحن تحدثنا عن قضية المخدرات وألقينا الضوء على خلو أغلب البرامج الانتخابية المرشحين عن هذه القضية أرجعتها للصراع يمكن السياسي وأن العملية تتعلق بحاجة إلى عمل حكومي كامل نحن نروح القضية ثانية أيضاً نحن نشوفها خلط وأن تم استخدامها للأسف كشعار في الانتخابات نحن نشوف تقرير تقريباً قديم تم عمل من سنة ونص تقريباً أو سنتين عن موضوع تجارة الإقامات أو أكثر والتي ظهرت بشكل جلي وواضح في أزمة كورونا نريد أن نرى التقرير ونرجع لكم اليوم سنتحدث عن مافيا الإقامات واستعبادها للبشر على حساب سمعة الكويت طوال 23 سنة مضت مسؤولينا يحاربون تجار الإقامات بالتصريحات ونوابنا يحاربونها عبر لجان التحقيق وعبر التوصيات الفارغة وجلسات الشو الإعلامي طوال هذه السنوات اليوم سنستعرض معكم بعض الحقائق والأرقام عن هذه القضية في عام 2010 كان عدد سكان الكويت نحو ثلاث ملايين نسمة مليونين وافدين ومليون كويتي تعهدت الحكومة في ذاك الوقت أنها تخفض نسبة الوافدين 35% وتعدل التركيبة السكانية ضمن خطة التنمية من هذا اليوم لليوم للأسف الخطة سارت بالعكس عدد الوافدين زاد نحو مليون وثلاثمائة ألف وهذا دليل على أن تجارة الإقامات في الكويت رائجة أيضا هناك دراسة أكدت أن 73% من العمالة في الكويت هم ضحايا تجارة الإقامات وأيضا أن نحو مليونين من العمالة في الكويت يحملون شهادات دون المتوسطة من عام 1996 وحتى اليوم شكلت أربع لجان تحقيق برلمانية في تجارة الإقامات وللأسف نتائجها صفر قدمت أيضا للحكومة عشر استجوابات منها سبع استجوابات تتعلق في تجارة الإقامات وطبعا هي كلها استجوابات وجهت إلى وزراء الشؤون تقرير لجنة حقوق الإنسان البرلمانية في عام 2008 اتهم النواب والحكومة بأنهم وراء تجارة الإقامات قيادي سابق في وزارة الشؤون اتهم نواب وأعضاء مجلس أمة وبلدي وشخصيات بارزة بالمتاجرة في الإقامات شركة نائب تحصل على عقد حكومي أجاز لها استقدام 200 عامل ولكن الشركة استقدمت 1540 عامل على نفس العقد وزير الشؤون الأسبق أحمد رجيب أعلن أمام مجلس الأمة عام 2012 عن وجود 28 ألف شركة وهمة تاجر إقامات رخص ألف سيارة شحن على الورق بالترتيب مع أحدى شركات السيارات لتوفير ثلاث إقامات على كل سيارة أي بواقع 3000 إقامة وتم بيع الإقامة الوحدة بمبلغ 1500 دينار كويتي بلغت أسعار الممرضات عن طريق بعض الشركات الطبية 15 ألف دينار والتي تورط فيها بعض النواب بنتكلم عن نتائج على المجتمع الكويتي الجرائم زادت في المجتمع سرقات، خطف، اغتصاب، مصانع خمور، مروجي مخدرات، شقق دعارة، تزوير ناهيك أيضا عن العب اللي شكلتها تجارة الإقامات على الكويت ازدحمات مرورية خانقة عبء كبير على الخدمات التعليمية والخدمات الطبية والخدمات الأمنية وكثير من الخدمات الأخرى تبي تسألني شنو الجهات اللي متورطة؟ أنا راح أقول لك الجهات اللي متورطة وأعلنها علني يعني ما فيها شيء أغلب العقود الحكومية عقود مضروبة أغلب العقود تستخدم لتجارة الإقامات التسهيل كان يأتي من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون اللي هي الحين القوى العاملة وأيضا تشترك وزارة التجارة والبلدية في هذا الأمر ولا ننسى المافيا مافيا التجار اللي سواء كانوا تجار أقار أو تجار إقامات أبو عبد الرحمن أنا بس أنوه أن هذا التقرير تقريبا أجريته من تقريبا سنتين أو أكثر وطبعا كان في بداية أو قبل في بداية أزمة كورونا وتحدثنا فيه عن الأرقام المهولة واللي استنت إلى لجان التحقيق في مجلس الأمة أو إلى تصريحات بعض الأجهزة الحكومية أو تصريحات بعض النواب عن قضايا تجارة الإقامات اللي أيضا ترى بشكل مباشر تساهم في تركيبة السكانية تدميرها وأيضا تجارة المخدرات والجريمة وغيرها لأنهم بالنهاية اللي قاعد يجبونهم ناس عاطلين عن العمل ما عنده وظيفة فاليوم أيضا نشوف تجارة الإقامات يعني عنوين رئيسية تركيبة سكانية وبس ونحن نلفت أن فيه بعض الإصلاحات بدت في وزارة الداخلية ووزارة التجارة في الحكومة الحالية تتعلق في الرد على هذه التقارير تفضل تعالى أمرك لا أخوة بالنهاية مثل هذا الموضوع تم طرحها القضية هذه موجودة عند خاصة قضية التركيبة السكانية مطروحة في برامج بعض النواب أو بعض المرشحين وخاصة في الدائرة الرابعة التي يعانون من هذه المشكلة بشكل كبير بسبب وجود مناطق لسكن العزاب وغيرها بشكل مزعج وعدم وجود مدن عمالية بمفهومها الصحيح والسليم يبقى الآن أنه في قوانين قدمت وفي حزمة قوانين ومشاريع سبق لها أن قدمت في هذا الموضوع مثل القضية التركيبة السكانية ومعالجة تجار رقامات ولكن بالنهاية لم تحصل على الجدية الكافية في التعامل مع هذا الملف للحصول على الجدية الكافية نحتاج طرح ضاقط من النواب يعني اليوم لو تروح تسأل أولويات الناخبين ما هي أهم القضايا رح تجد تعديل التركيبة السكانية أحد أهم هذه القضايا وعكاسات تجارة الإقامات وغيرها مؤثر جدا حتى على مستوى الخدمات على مستوى الأعمال على مستوى كثير من الأمور على مستوى الأمن في الأزمات فاليوم نحن اليوم في جزء كبير من الأخوة الوافدين الموجودين نحتاج وجودهم بشكل مقنن للمساهمة في نحظة البلد وتطويره والتقدم فيه وهذا وأيضا للحفاظ على مستوى الخدمات وغيرها ومستوى الرفاهي الموجود في البلد يبقى الآن الفوضى الموجودة وجلب من ليس له عمل وجلب من لا يستطيع القيام بوظيفة فهذه هي المشكلة التي تحتاج إلى عقوبة راجعة لمن يقوم فيها وتحتاج حل جذري لإنهاءها بشكل كامل من المجتمع نعم أبو عبد الرحمن يعني في بعض القضايا المهمة اللي إحنا شفنا يعني اليوم أنت بتتكلم ترى القضية ترى مطروحة اليوم مطروحة تجارة الإقامات من من 96 أو 97 طريحت يعني في مجالس الأمة شكلت تقريبا خمس أو ست لجان تحقيق في مجلس الأمة وكل النتائج صفر ما في نتيجة إيجابية أو نتيجة بالعكس تصريحات تخرج من وزراء وتصريحات تخرج من نواب يتحدثون عن هذه المشكلة ولكن لجنة تحقيق وبعدين ما في مدانين ولا في إجراءات على الأرض اليوم في فترة من الفترات وزارة الداخلية طلع التراخيص للتكاسي وصارت تراخيص التكاسي أسعارها عالية ومنحت لبعض الشخصيات داخل الوزارة وآخرين ومثل ما تشايف واليوم أيضا تم تطبيق أعتقد قرار مهم من وزارة الداخلية على موضوع التكاسي لوقف هذه المسخرة تم تسميتها ععداد كبيرة مهولة من الأشخاص يأخذ سيارة بالقصد ويدخل فيها بالشارع وبعضهم ما يعرفون يسوقون وشكلوا أيضا أزمة يعني كبيرة في مسألة تجارة الإقامات أيضا أحيانا المشاريع الصغيرة أعداد كبيرة أتت على المشاريع الصغيرة أنا ما أقول كل المشاريع الصغيرة مزينة مشاريع الصغيرة ممتازة وجيدة متى ما تم تطبيقها بالشكل المنظم وفق اللوائح والقوانين لكن ما يصير أنا أفتح محل وأجيب عليه أمية عامل وبعدين أهدهم في الشارع وأخذ القرض وينتهي أيضا المزارع بعض المزارع عليها مية ومية وخمسين وميتين وخمسين وبالنهاية ما في مزرع أصلا ولا في إنتاج داخلها فالقضية فعلا مثل ما تفضلك متشعبة لكن بسبب غياب العقوبة وبسبب غياب القانون فأنت تشوف أن في إجراءات إصلاحية هالفترة هذه لهذا الأمر وهل مجلس الأمة المقبل راح يساعد فيها ولا مثل مجال السابق خمس لجان تحقيق ما في أي نتيجة فيها للاه مطلوب خاصة استغلال المرحلة الحالية في طي ملفات رئيسية يعني اليوم في ملفات ظلت تؤرق المجتمع سنوات طويلة اليوم موجود هذا النوع من التفاهم الحكومي النيابي حول الإصلاح يجب أن يستغل في طي هذه الملفات بأسرع وقت مثلا عندك ملف التركيبة السكانية ملف قضية البدون ملف قضايا عارقة ظلت سنوات طويلة ممكن اليوم الوصول إلى تسويات فيها بشكل جيد لإنهاءها بشكل جذري هذه الفرصة يجب أن لا تفوت علينا اليوم ولا نعرض أصابع الندم فترات طويلة اليوم عندنا مجموعة من نواب عند هذه القدرة وفي المجال السابقة قدمت مقترحات وأفكار وعراء ولا أعتقد أن المشكلة بوجود تصورات أو أفكار أو أراء أو قوانين أو غيرها المشكلة الحقيقية تكمن في جدية الحكومة في معالجة مثل هذا الملف وعدم جديتها إذا كانت الحكومة جادة في معالجة مثل هذا الملف فبالتأكيد كل العقبات الأخرى ستزول لن يكون هناك عائق أمام رغبة الحكومة الجادة في الإصلاح ومحاربة هذه الظاهرة الخطيرة اللي هي فيها سلبيات من جهتين فيها سلبيات على العامل نفسه اللي يعني يخرج من بلده معزز مكرم ليعمل في هذا البلد وفيها سلبيات تنعكس على المجتمع ككل يحتاج المجتمع يعني اليوم مثلا في كثير من الأحيان يحتاج المجتمع أن يتضافر ليدفع لاتب عامل مسكين شركته لم تدفع لاتب ثلاثة واربعة أو خمس شهور وكثير ما نجد نشوفها المشاكل هذه موجودة إذن اليوم إحنا حتى لا نقوم بمعالجة أو مكافأة من يقوم بمثل هذه الأخطاء علينا أن نضع حلول جدرية في معالجة مثل هذه الملفات أبو عبد الرحمن لازم نسمي الأمور بمسمياتها اليوم شركات النظافة شركات الحراسة شركات المناولة قاعد تتسبب الإساءة لسمعة الكويت بعضها أنا قاعد أقول بعضها فعلا كلامك أنت نبهتني إنها بعضها لكن بعضها جدا ملتزم ويسير وفق القوانين الثلاث شركات هذه أو الثلاث نشاطات هذه يفترض أن يتم الرقابة عليها من وزارة التجارة ومن البلدية ومن وزارة الداخلية يعني إحنا شفنا مشاكل كثيرة في المستشفيات العمالة مراضية تشتغل لأنها مستل مراتبهم في الجمعيات لأنها مستل مراتبهم في المطار لأنها مستل مراتبهم فهذه الشركات قاعدة تسيء لسمعة الكويت وتقول أن الكويت أصبحت مكان لتجارة في البشر وللأسف أبو عبد الرحمن على مرور مجال السابقة في نواب يحمون هذه الشركات إذا كنا نتكلم عن صور الفساد فهذه بدون شك أحد أقوى صور الفساد وأوضحها وفي متنفذين وراها ويحاولون استمرارها وعدم حلول جذرية لمعالجتها أما في حال الجدية والرغبة في حال مثل هذه المشكلة فأعتقد أن الأدوات والطرق والقوانين ميسورة كل ما تحتاج إليه هي نية جادة في الإصلاح وإذا حلت هذه القضية سيتبعها حل مجموعة من القضايا التي تتأثر بها بشكل أو بآخر وكانت متأثرة بها سابقا يعني اليوم التأثر السابق السلبي ممكن أن ينقلب إلى تأثر إيجابي لو تم حل بعض القضايا العالقة في مثل قضية تجارة الإقامات وغيرها نعم أبو عبد الرحمن أنت متفائل في المرحلة المقبلة يعني أنت كمراقب سياسي وأيضا لك نشاط كبير شفت الإجراءات الحكومية خلال الفترة الماضية هل متفائل في المرحلة المقبلة أن المجلس ممكن يمد يد التعاون للحكومة وتكون في إصلاحات حقيقية يلمسها المواطن على الأرض شفا أنا من طبعي يعني ما أحب أفرح إلا لما أقبض يعني لما أحصل على النتيجة يكون الفرح إلى القبض كذا معنا يعني فنبيل المعنى الحقيقي يعني لا لا أصد عنده لما نقبض الثمن الحقيقي ما أحب يعني مثلا أنا في انتخابات مجلس الأمة ما أحب الفرح قبل ظهور النتيجة الرسمية حتى لو كانت المؤشرات المبدئية تشير لأنها قد يكون في تغير وغيرها فأنا اليوم إحنا الحكومة عطتنا رسائل مو أكثر من رسائل إيجابية إحنا يعني هذه الرسائل نحملها على ظاهرها وحسن ظن فيها نتمنى أن تتبعها بإجراءات حقيقية وعلاج المشكلات التي تواجهها الحكومة ليس بالسهولة اتخاذها في خطوات جزئية جريئة هو يحتاج منهجية شاملة في الأصلاح وتطور وتتابع أعمال حتى تستطيع الحكومة أن تغير من الواقع الذي نحن موجودين فيه فأنا أقول إذا بصف حالي في تجاه الإجراءات الموجودة حاليا أنا أقول له هو تفائل مشوب بحذر يعني أنت متفائل ولكن حذر تفائل مشوب بحذر يعني أدري ما تعتقد أن الحين نزول الوزراء للمواطنين مقابلاتهم حتى ترى بدون شو إعلامي حتى التصوير اللي قاعد يصير قاعد يصير فجأة يعني ما تعتقد أن هذا الشيء يعني بادرة جيدة للإصلاح النزول للمواطنين والله أنا ما نشايف أن هذا هو الأولوية الأساسية اللي لاحظتها المشكلة فهذه قد تكون أحد الخطوات العملية لإستماع المواطن وغيرها لكن القضية الأساسية عند المسؤول اللي هو يجب أن تأخذ وقته وجهده هو كيف يطور مؤسسته كيف يتخذ القرار بشكل منهجي كيف يستطيع أن يتغلب على الشلالية ويتغلب على أمور الفسادة اللي موجودة في بعض أركان الوزارات المختلفة هذا هو الدور الأهم والأكمل بالنسبة للمسؤول وبالنسبة لبقية الخطوات التالية هي خطوات قد تكون مساندة قد تكون مساهمة في تنشيط العمل وغيرها لكن أنا أعتقد اليوم التحدي أمام الوزير مو أنه ينزل ويسمع من اثنين ثلاثة التحدي إنه شلون يقدر يطور في أداء وزارتها شلون يقدر يطور في الخدمات الإلكترونية الوزارة شلون يقدر يسهل الحصول على الخدمة في داخل الوزارة نفسها وهذا ليكون على أساس تقييم أداء الوزير أما الزيارات العابرة والتعامل اللخضي مع الجمهور فما أعتقد أن هذا معيار دقيق وموضوعي لتقييم أداء الوزراء وغيرهم نحن نقول أن هذه بوادر جيدة وهي أكيد الحكومة الحالية هي تتبر حكومة طارئة وانتقالية لضبط العملية السياسية في مسألة الانتخابات الوقت أكيد يداهمها لإجراء إصلاحات كبيرة تحتاج إلى وقت أكبر وتحتاج أيضا إلى يعني اليوم أنت تشوف في كثير من الجهات تم إعفاء بعض المسؤولين كثير من الجهات بدت يعني يتغير شكلها بشكل كبير الخطوات هذه كلها أعتقد في القادم من الأيام ممكن تحسن نزول أيضا رئيس الوزراء وبعض الوزراء للناس للموظفين للمواطنين أعتقد أنها شي جيد ومثل ما تفضلت نحتاج إلى تغيير في السيستم نفسه في المنهجية نفسها أبو عبد الرحمن إحنا تكلمنا في قضايا كثيرة راح نتكلم فيها وراح نتكلم في الحلقات المقبلة عن القضايا المنسية اللي نساها النواب يمكن ونستها الحكومة وتراكمت منذ سنوات وراح نطرحها بالتحليل وبالأرقام وبالإحصائيات ومدى قربها من الساحة الانتخابية فإذا في كلمة في ختام هذا اللقاء تعطيناها لا نحن اليوم هذه فرصة للمرشحين سواء اللي منهم راح يتوفج أو لمشارك الانتخابات أن يساهم بلبنة في إصلاح القضايا المستحقة في الوطن فاليوم إثراء البرامج والقوانين وتقديم مشاريع وأفكار من شأنها تطوير وحل المشكلات العالقة هو دور أساسي ووطني من كل من المرشحين المساهمين في العملية الانتخابية ويفترض أي مرشح يفوز يتبنى مشروع أي مرشح لم يوافقه لحظ والتوفيج في الوصول الانتخابات وبالتالي نكون قد قدمنا من خلال انتخابات دراسة عملية عميقة تساهم في حلحلة مجموعة كبيرة من القضايا العالقة شكرا لك أبو عبد الرحمن على هذه المداخلات وبذن الله في الحلقات الجاية سنطرح أرقام وإحصائيات أيضا تتعلق في العديد من القضايا المنسية في الماضي شكرا لك شكرا لك أعزائي المشاهدين أيضا أنتم شكرا لكم على حسن المتابعة هذا طرال كشتي يستودعكم في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة